كابتن يوسف اتمنى في الرايد وبالتالي انتقل الى الاهلي خلنا نتكلم احنا انتهينا من الافلام المكسيكية جاءت بعد الافلام التركية توصل الى حلقات وتوصل الى السنوات زين وحنا عرف شوف لما المشكلة كانت كانت على مبلغ بسيط في البداية ومع الفريق الاهل اعود بعد ذلك احنا نعرف التنافس اللي عندنا داخل الله حصل شيء برجعنا احنا المشكلة هي نرجع ونختلف ونتفقع وبعد ذلك يصير مشهد كذا كله تروح وسنة ونص ويعود شوف بعد ان عاد خلاص نعرفنا حيرجع للنادي الاهلي من خلال شروط العقد اللي وقع مع نادي الرايد مع نادي الرايد من خلال الشروط اللي وقع فيها عودة للأهلي اصبحت خلاص شوفهم انتهي بس ينسون على التفاصيل للأمانة الاهلي يحتاج اللاعب في هذا المركز الى الان مركز الظهر العيمن يحتاج السعيد المولد الى الان مركز الظهر العيمن كل يوم احنا نشوف فيه ثلاثة لاعبين زبيدي عقيل امير كردي ثلاثة لاعبين ويتناوبون وكل يوم ولكن الفريق يحتاج الى اللاعب لان سعيد المولد هو اللاعب اللي كان فالآن عودة سعيد اصبحت خلاص استقرار للدفاع الاهلاوي والدفاع الاهلاوي شاب يعني تتكلم عن سعيد المولد تتكلم عن محمد الافتيل محمد الافتيل ومعتهز شيفو او حتى اذا يجب منصور الحربي انا اعتقد انه يعني الى خط دفاع هنا استقرر هنا الاستقرار يعني هيكون خلاص شبه استقرار تاما ان هذا الرباع ولكن يحتاج ايضا الفريقي لانه محور ارتكاز لازال يحتاج الى محور ارتكاز بس على صعيد المستوى الفني الكابتن سعيد المولد من خلال مبارياته اللي لعبها مع الرائد هل انت يعني ترى ان هذا مستوى سعيد المولد اللي كان في فترة ماضية مع الاهلي او ان اللعب تطور شف اللعب ما هفض المستوى ما هفض حفظ على استقرار المستوى واذا لعب مع الفريق الاهلاوي الان في حضورها الفني الفريق الاهلاوي انا اعتقد انه حينشاهد هيكون هو جهد مضاعف لا مو جهد مضاعف هيكون هم مركز قوة بالنسبة للفريق الاهلاوي ومنطلق لان احنا نفشيفه اللعب منتخب وايضا سعيد المولد لعب اذا جعل الطرف العيمن في ظل الوسط الاهلاوي وفي ظل تمركز الهجوم انا اعتقد انه هيكون نقطة قوة ايضا مساندة للفريق الاهلاوي مثل ما شيفه الجهة اليسرى هيكون سعيد المولد في الجهة اليمنى ولا ننسى ايضا انه يتميز برميات الجانبية الطويلة اللي في داخل منطقة الجزاء ويتواجد مهاجم مثل السومة ممكن بالرأس يجهز كرات او يستفيد منها فانا اعتقد انه يكون هو مركز قوة ايضا شيفه في اليسار وهو في اليمين مع معتز ومع محمد الافتين اعتقد انه يكون خط دفاع اكثر من رائع طيب عبد الرحمن